أهلا بكم التفاوض وتبادل الأسرى في مرحلة الصفر منذ معاودة القتال في قطاع غزة بعد سقوط الهدنة الأولى والتفاوض بشأن تطبيق القرار 17-01 في الجنوب في مرحلة الصفر أيضا طالما لا تجد كل الدعوات الدولية إلى احترامه وتنفيذه أي صدى فتبقى الساحة الجنوبية منطقة موضوعة تحت خانة قيد الاحتمال لإسرائيل وساحة لعمليات عسكرية لحزب الله تنضوي في ظلاله فصائل متعددة من فلسطينية وغيرها في طغيان السلاح غير الشرعي واستباحة فاضحة للدولة والشرعية الذي توجه بيان لحركة حماس في لبنان أعلنت فيه عن تشكيل طلاء اعتفان الأقصى إذانا باستعمال الساحة اللبنانية كمنطلق لعملها العسكري ترجمة نانسي قنقر